بعد افتتاحها لمركز طب الأسنان في مدينة الريحانية التركية أواخر شهر نيسان الماضي تفتتح اليوم مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية مركزا جديدا لطب الأسنان في مدينة أنطاكيا التركية يحتوي المركز على خمس عيادات جهزتها المؤسسة بأحدث المعدات الطبية بالإضافة لعيادة سنية خاصة بالأطفال تعتبر الأولى من نوعها في إقليم هاتاي بموجب المعدات الحديثة المتواجدة فيها كما زودت المركز بجهاز بانوراما للتصوير الشعاعية يتمتع بميزات حديثة ومتطورة لخدمة أكبر عدد من اللاجئين السوريين في ولاية هاتاي وقامت مؤسسة أورينت بتجهيز العيادات بأحدث تقنيات الطبية الحديثة بالنسبة لموضوع طب الأسنان وتقنيات التعقيم والأشعة والبانوراما السنية وإن شاء الله الهدف من إنشاء هكي مركز مو بس معالجة أخوتنا السوريين الموجودين على أرض إقليم هاتاي الهدف أن هذه تكون تجربة لإنشاء مراكز أخرى في محافظات أخرى بالتعاون وعزار الصحة التركية لتنظيم مهنة طب الأسنان بالذات افتتح المركز مدير الصحة العام في إقليم هاتاي والذي أشرف على تجهيز المركز خلال الفترة الماضية وفقا لمعايير الصحة التركية حيث أوضح مدير الصحة أهمية هذه الخطوة في خدمة السوريين خاصة في مجال طب الأسنان بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد غسان عبود والدكتور عمار مارتيني على الدعم الكبير الذي قدمه لهذا العمل المشترك ونتوقع أن يصل عدد المعالجين إلى أكثر من 150 مواطنا يوميا وفي النتيجة هذه الخدمات التي تقدمها أوريانت هي عمل وجداني وإنساني لأنها تتوجه إلى خدمة الإنسان وقد أدرج هذا المركز إلى قائمة زيارات معالي وزير الصحة التركي وهذه الزيارة معبرة بالنسبة إلينا كثيرا وذلك لأن هذا المركز فريد من نوعه في ولاية هاتاي ونثق بأنه سيغضو نموذجا يشمل كل أرجاء تركيا تعمل مؤسسة أوريانت الإنسانية على تقديم خدماتها للسوريين أينما وجدوه من خلال تأسيس مراكز طبية جديدة هدفها الأول والأخير مساندة شعب أرهقه حمل الهجرة واللجوء تفتتح اليوم مؤسسة أوريانت الأعمال الإنسانية مجمعا جديدا لطب الأسنان جهزته بأحدث الأجهزة المتطورة وخصصت عيادة سنية للأطفال تعتبر الأولى من نوعها في إقليم هاتاي جنوب البلاد زكريت بأوريانت نيوز مدينة أنطاكيا تركيا ترجمة نانسي قنقر